وزارة الداخلية والإجراءات الأمنية في شهر رمضان المبارك بما يضمن تقديم جميع الخدمات على مدار الساعة وتنفيذ الخطط التوعوية للمواطنين والمقيمين في المملكة تحرص إدارة العمليات برئاسة الأمن العام على تنفيذ التعليمات والخطة الأمنية التي تم وضعها لهذه المناسبة وذلك بالتنسيق مع جميع الإدارات الأمنية لكونها هي حلقة الوصل فيما بينهم من أجل توفير الأمن والسلامة العامة وبث السكينة والطمئنين للجميع خلال هذا الشهر المبارك كما أن إدارة العمليات تحرص على متابعة التواجد الأمني للدوريات الأمنية في جميع محافظات المملكة وعلى مدار الساعة وخاصة أوقات الذروة بالقرب من المساجد والأسواق والمجمعات التجارية والشوارع الرئيسية وذلك لضمان سيابية الحركة فيها ولا شك أن غرفة العمليات على استعداد تام لاستقبال المكالمات والبلغات وتقديم المساعدة والرد على استفسارات الجمهور وذلك عبر خبط الطوارئ تسعة 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 أعدت الإدارة العامة للدفاع المدني عدد من الخطط التوعوية والتفتيشية والعملياتية لتحقيق السلامة العامة في شهر رمضان المبارك فبالنسبة للخطط التوعوية فتركزت في الحملات السلامة في المطابخ والسلامة العامة في المجال الرمضانية وأما ما يخص التفتيش فركزت إدارة الحماية والسلامة خططها التفتيشية في التركيز على التفتيش في محلات عبئة الغاز بالتعاون مع هيئة النفط والغاز وأما من ناحية العملياتية فقد تجهزت إدارة العمليات بكامل جهازها وبتكنولوجيا حديثة لتحقق أقصى سرعة استجابة وبحرفية لتستجابة للبلغات لنحقق من خلالها رسالتنا وهي إنقاذ الأرواح والممتلكات عدت لدارة العامة المرور خطة مرورية وذلك لشهر رمضان المبارك من خلال نشر الدوريات في الشوارع الرئيسية والتقاطعات بهدف تسهيل وتنظيم الحركة المرورية كما قامت لدارة العامة المرور بحملاتها التوعوية في محيط دور العبادة والأسواق التجارية تستهدف الوقوف الخاطئ وذلك ما يأثر عليه هذه الوقوف من تعطيل لمصالح الآخرين وإعاقة الحركة المرورية كما قامت لدارة العامة المرور بحملاتها التوعوية قبل موعد الأفطار السلوكيات الخاطئة مثل تجاوز الشارع الضوئية النور الأحمر ندعو السواق بالتقايد بالقواعد والقوانين المرورية من خلال التزام بسرعة الشارع وانتباه لحركة المشاه في محيط دور العبادة والأسواق التجارية وبالأخص في المناطق السكنية تبقى السلامة العامة مسؤولية تتحقق من خلال تعاون الإدارات الأمنية مع المواطني والمقيم وذلك بالالتزام بالإرشادات التوعوية لتعزيز الأمن والسلامة العامة للجميع